مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وقرب عيد الفطر ورغم وصول سعر الصرف إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر إلا أن المواد الغذائية والمنزلية وحتى الألبسة ما تزال كما هي والأسعار ما زالت مرتفعة وهو ما سببه استياء شعبيا كبيرا اليوم الورق بربعين وطزية 3000 وطبقة 9000 لأن الفقير يأكل وقامنا بشهر رمضان وقاعد نتعب وقاعد من دون محافظات لأن الأسب الغربية كلها مستاعدة باقتصادية النزاهة الأمن الوطني بس محافظة الذقار وبس بالجنوب خاصتين خاصة بس بالجنوب فرسالتني رسالتني للمركزية نقولهم يا بالمحلية ما قاعد تشتغل خاصة الاقتصادية النزاهة رسالة الأمن الوطني طلعوا للسوق التجار قاعد يقترب الفقير التجار موين فقير التاجر عده فلوس يقول لك أنا بيعا يوم الزيتة بيعا بـ 3000 الكارتون بيعا بـ 50 الطحينة بـ 50 الشكر بـ 50 أما الفقير ما عنده مواطنون ومراقبون بيّنوا أن عدم مراقبة الأسعار من قبل الحكومة المحلية واللجان المركزية والاقتصادية هو أحد أسباب تمادي التجار في جشائهم ومحاولتهم السيطرة على عمليات الأرض والطلاب للاستفادة الشخصية حقيقة عملية انخفاض سعر الدولار في العراق انسيابية جيدة بدأ يتراجع إلى 39 وهذا حقيقة يبشر بالمرحلة القادمة بانخفاض أكثر إن شاء الله لكن اليوم نلاحظ نفس الأسعار المواد الغذائية والمنزلية وكل ما يدور في محافظة الذقار بالدرجة الأولى نحمل الشرطة الاقتصادية قبل كانت التابع المحلات التجارية بالأسعار والمواد التالية فاليوم أصبحت مقيدة ما نعرف شني بدأت محافظة ذقارة وبدأ العراق بشكل عام تنخفض وارداته الاقتصادية بفعل عدم الرقابة على الأسواق وعدم الرقابة على التجار وهذا يعني يؤثر وبشكل كبير على طبقات الهشة طبقات محدودة الداخل سواء ارتفع الدولار أو انخفض فالمواطنون هنا يؤكدون أن طمع التجاري لا يتغير فالحال كما هو والمواطن ما يزال ينتظر الحلول التي ما تزال مؤجلة لقناة وان نيوز نور السعيدي ذيقار